زي ما كنت بقولك في بداية الحلقة المسألة لا يجب أن تتعلق فقط بمسألة أن احنا بنتكلم على غزة المسألة أكبر من كده بكتير احنا بنتكلم على فلسطين المحتلة بنتكلم على حل حقيقي للسلام يعني عملية سلام شاملة ما بين قصين عادلة في المنطقة السؤال ماذا بعد تمديد الهدنة الهدنة أربعة أيام زائد يومين قد تمتد أكتر من كده كمان بس السؤال سيناريوهات ما بعد الهدنة هل هنقدر نوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار من الجانبين مستقر بالمناسبة يا حاجة مهمة جدا هل حان وقت الحديث عن السلام خلونا نرحب جدا وبشدة بضفنا العزيز دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية منورنا يا دكتور أهلا وسهلا عمد لله كله تمام ماذا بعد الهدنة طب نتكلم الأول عن الهدنة يعني على الأقل يعني نوضح للسادة المشاهدين يعني الدور المصري الحقيقة المتميز لأنه أنا الهدنة الحقيقة عجباني جدا مش عجبني بس الوصول إليها لا عجبني الجهد المصري المبذول مصر الحقيقة لعبة يوسف دور باحترافية شديدة جدا وبخبرات شديدة جدا وتجاوزت كثير جدا من التحديات لغاية ما وصلنا إلى هذه الهدنة اللي هي أربعة أيام أنا حذكر حضرتك والسادة المشاهدين بمجلس الأمن لما أصدر قرار بيعني دعوة إلى هدنات إنسانية ضربت بسلطات الاحتلال الإسرائيلي عرض الحقيقة طيب إيه اللي خلى إسرائيل تنصاع للإرادة المصرية وتستجيب للجهد المصري أولا لأنه مصر وسيط نزيه مصر وسيط نزيه يعني لا تؤدي أدوار وفق أجندات إنما همها الأكبر هو تسوية هذه القضية زي ما حضرتك قلت كده بقى لها سنوات عصية على الحال ولها مصداقية عند الطرفين سواء عند الفلسطينيين أو عند سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأن لها خبرات سابقة وحضرتك تعلم يمكن فيما يتعلق على وجه الخصوص بملف الأسرة مصر لعبت فيما يتعلق بشالت دور كبير جدا بدلته بألف أسير فلسطيني وبالتالي من هنا الحقيقة كان نجاح الدولة المصرية أنا بعتبر دي شهادة نجاح للقيادة السياسية المصرية وللدولة المصرية ولأجهزة الدولة المصرية في التوصل إلى هذه الهدنة والضغط على إسرائيل علشان نتممها لأربعة أيام وتمت بنجاح بالمناسبة تمت بنجاح لأنه أنا حستحضر هنا الكلمة اللي قالها السيد الرئيس السيسي هي أولا حسم في القرار مرونة في التحرك ومتابعة لكل المستجدات ده بالفعل اللي حصل يا سيد يوسف أنت كان عندك حسم في القرارات وكان عندك أدوات بتستخدمها علشان تضغط على سلطات الاحتلال وتستجيب كان عندك مرونة كمان في التحرك بدرجة كبيرة جدا وكان عندك متابعة وده الأهم علشان كده أيام الهدنة كانت تشهد بعض العثرات حياتك تعلم ده يقول ده أنتو خرقت الهدنة وده يقول أنتو خرقت الهدنة الجهد المصري كان بارزا دون طبعا أن ننكر دعم عربي وتنسيق دولي وغيره لكن مصر كانت القائد كما عودتنا دائما مصر الدولة القائد في منطقتها ودولة قائد في العالم بأسره ويمكن خبرة الهدنة دي ووصول إليها بتثبت هذا الكلام من جديد إمكانية تمديد الهدنة بقى حياتك أشارت إلى أنه الهدنة إمكانية تمديدها اليومين وتم فعلا يعني الإشارة إلى أنها سوف يتم تمديدها يومين طيب المسألة بقى هل سنستطيع أن نتوصل ودي سأقول ده سؤال حضرتك ليه؟ ليه؟ لأنهم حيعتبروا ده هزيمة منكرة أنت تعلم أنه نتنياهو مستقبله السياسي على المحق وهو وضع هدفين معننين وقال منهم تدمير البنية العسكرية لحماس وهذا الكلام لم يتحقق حتى الآن صحيح فهو هيخسر الحياة في الداخل الإسرائيلي بدرجة كبيرة جدا لو قال إحنا وقفنا النهاردة إطلاق النار وقفا دائما وبدأنا في نصار سياسي مش معقول يعني لا تتصور أن يعني بين قوسين طبعا يعني قائد سياسي بيقول للشعب والله يا جماعة أنا توقفت عن هذا الأمر ومش حقق الأهداف اللي أنا أعلنتها لذا دمرت حماس ولا قدرت أجيب كل المحتجزين طيب ماذا سيحدث إذا حصلت إسرائيل على كل المحتجزين اللي موجودين لدى حماس التصريحات كلها الإسرائيلية مقلقة مقلقة للغاية مقلقة للغاية لهو حينصع لضغوط ولا حينصع لتعليمات الولايات المتحدة الأمريكية ولا ضغوط الرأي العام العالمي هو هدف شخصي أكتر منه الحقيقة هدف حقيقي تبغيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهو تحقيق الأمان كما يدعي مسألة في غاية القلق الحقيقة لأنه التصريحات مستمرة كمان النهاردة يمكن بن غفير طلب من نتنياهو أنه هو نقض الهدنة يعني قبل ساعة حضرتك قال له انقض الهدنة لأنه لا يمكن أبدا أن نترك يعني حماس تقتل مقاتلين حسب نص كلامه يعني معنى هذا الكلام أن هناك إصراراً إسرائيلياً على الأقل من مجلس الحرب بأنه يستمر فيه العمليات العسكرية لما يعلنه هو تدمير حماس لكن الحقيقة أنا أتصور أن الهدف غير كده تماماً الهدف هو الاستمرار فيه جريمة الحرب وجريمة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة وتفريغ القطاع من سكان بس تصريحات بن غفير تصريحات مفهومة في إطار التفاوض أنه لازم طول الوقت ضغوط يعني بالضبط أنه نأخلق ضغط فنقعد بن يمين نتانياهو يقعد معه الأطراف العربية يقعد قدام الرئيس يقعد قدام الأمريكان يقولون هضغطين علي أنا ما أقدرش وهكذا فده مقبول دايماً في إطار التفاوض لكن في إطار الواقع السؤال بقى ويمكن هنروح فاصل بس هحتاج إجابة السؤال بعد الفاصل هم هيقدروا يكملوا حرب سؤالك مهم